قدم مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية مهند العكلوك مذكرة تتضمن طلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدولة العربية على مستوى القمة بناء على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال العكلوك ان هذا الطلب المقدم من دولة فلسطين يأتي بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية بصفاتها رئيسة الدورة الحالية للقمة العربية حيث طلبت فلسطين عقد القمة العربية الطارئة لبحث العضوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية